التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار الألماني أولف شولتس وذلك بمقار المستشارية الألمانية في برلين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن المستشار الألماني ثمن الروابط الوثيقة والزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين مؤكدا أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط وأشاد الرئيس السيسي بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية مؤكدا على تطلع مصر لتعظيم التعاون خلال الفترة المقبلة كما أشار الرئيس السيسي إلى التطلع لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطة التنمية المصرية بمختلف المجالات فضلا عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر حيث أكد تشولتس من جانبه حرص ألمانيا على دعم الإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر سعيا لتحقيق التنمية الشاملة من خلال زيادة الاستثمارات وتم التوافق على أهمية العمل على تكرار النموذج الناجح للشراكة بين مصر وكبرى الشركات الألمانية على غرار شركة زيمينس وأضاف متحدث الرئاسة أن اللقاء تناول سبل تعزيز أدر التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة خاصة التعاون المشترك في مجال الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والهايدروجين الأخضر وتطوير منظومة التعليم الأساسي في مصر كما تتلقت المباحثات إلى استعراض عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية في مقدمتها الأزمة في ليبيا حيث تم التوافق حول تضافر جهود مشتركة بين مصر وألمانيا سعيا لتسوية الأوضاع في ليبيا كما نقش جانبا أخير تطورات ملف السد النهضة حيث اتفق الزعيمان على أهمية كسر الجمود الحالي في مصار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل السد كما تم استعراض سبر التعاون والتنصيق المشترك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية في شرم الشيخ في نوفمبر من العام الجاري موسيقى